قبل الفاصل كنت بسأله بقول له في ناس قالك الحوار الوطني ده فنكوش ولا تنتظروا منه حاجة وفي ناس تلعب الحوار ده السماء وفي وجهة نظر واسع بتقولك يا عم مجرد بدء الحوار ده خطوة إيجابية الناس تعد مع بعض وتتكلف إلى أي طيار يعني تنحاز مثلا أنا كتبت مقالة والإنبارح كان عنوان هو إجابة على سؤال حضرتك الحوار الوطني لن يقود لمعجزة لكنه قد يفتح بابا للأمل المعجزة يعني ما تعليس سقفك أول الناس اللي متصورة أنه القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بزرار أو بقرار ما كانش حد غيره لأنه كان قاير كل رأساء مصر وكل حكام مصر على مدى التاريخ أكيد كل الناس تب بعيدة تب أفضل حد ويخلى الناس كلها تشتغل والزراعة وزنعة زي الفل وحل التعليم لكن ده أمر مرتبط بزي ما اتفعنا موارد بمناخ عام بظروف محلية وإقليمية ودولية فبالتالي فيه قضايا كثيرة جدا لن تحل بكبس الزر أو بسرار لكن فيه أمل وده ممكن نتنقش فيه بتوسع اللي هو والحوار الوطني ممكن يعمل اختراق إيه الحوار الوطني باختصار شديد تاني مش يغير الدنيا كلها بكرة لكن فيه كان مناخ عام كده لظروف كتيرة جدا مرت بها مصر كانت الدنيا مقفولة شوية الحوار ده بيفتح باب للأمل بيخلى الناس سعود تتكلم مع بعضها المشهد بتاعها مبارح وده نقطة في غاية الأهمية القاعة نفرتيتي في أرض المعارض في مدينة ناصر ده صورة تبعث على الأمل لأول مرة من 2013 شخصيات سياسية شخصيات من كل المشارب السياسية من كل ما عدا الذين تتكبوا العنف أو حردوا عليهم كل من يوافق على الدستور والقانون والدولة المدنية وكل من اعترب بالشرعية بتاعت الدولة كان مدعوان وكان موجودا مصر كلها كذبة مبارحة اللي خسر مبارح هي القوان متطرفة ان انت تديد برخانة انه في ظل منطقة ملتهبة دول مقسمة حروب تتجري وبعضها على حدودك حروب طاحنة وربما البعض يريد ان يحاصل مصر بحزام من النار فانت بدأ الناس هم بتحوروا هناك بالقنابل والمدافع والطائرات وانت بتتحور بالكلام في المقابل استاذ عماد هل ليكم ثقة القانوني للجنة الحوار او لجنة امنا؟ لا نحن جهة توصيفك القانوني ايه؟ بناء على دعو من السيد ريش الجامهوري للحوار الوطني جرى التوافق بين القوى السياسية لاجراء حوار وطن مجلس الامناء الذي تم بالتوافق بين القوى السياسية المختلفة اجتمع وقرر ان ينشئ نفسه بنفسه يعني دين نرؤطة مهمة يعني احنا لم ينشئه احد محدش انشئه خلت بالك طب السقل السياسي للاجنة الحوار الوطني احنا مرة تانية لا بديل للأحزاب لا بديل للبرلمان ولا بديل للحكومة فبالتالي ندعي اننا نمتلك سلطة معنوية مستمدة من اننا نمثل اكبر قادر من التوافق في البلد فبالتالي الناس دي بتعود بترفع توصيات الكلام دقيقه هو يراها رئيس الجمهورية اذا اقتنع ببعضها وصادفت يعني انه هو توافق عام سيصدرها اما في قرارات او يحيلها الى البرلمان ليصدرها في تشريعان فالقوة بتاعته كل يوم وكل فترة وكل توافق اكبر كل ده ما بدي قوة للحوار بمعنى انا بقول لحظاتك تأمل امبارح الصورة لما هذه على الهواء مباشرة كل القوى السياسية المصرية موجودة بتتكلم الناس بتسمع بعضها الناس طرع فرحانة من اطياف سياسية مختلفة ده منظر يغيظ ويزعل وينرفز ويغضب كل المتربصين بمصر ان انت يوم عندك توفقات كل ما التوافق زاد وكل ما كان الحوار موجودا في البرلمان وفي بين القوى السياسية وفي الصحف وفي الرأي العام وتحت مظلة الدولة المدنية وتحت مظلة الدولة المصرية كل ما ده ده بيريح اجهزة الامن وبيريح الدنيا كلها ويخليك مستقر واكتر لانه التوافق الواطن ده شيء في منتهى الاهمية كل ما انا قدر تحققه كل ما كان الامر اسهل كل ما يكون كمان اكتر ان انا ايه وسط الانواق والعواصف دي انا مؤمن نفسي اشتركوا في القناة